ولذا تجدون أعزائي جملة من الأعلام فقط أنا أشير إليهم هؤلاء جملة منهم أفتوا مو فقط في البحث العلمي أفتوا ماذا في الرسالة العملية بجواز نكاح الكتابية مطلقة ولكن على مراتب بعد هذا البحث في كتاب النكاح منهم أعزائي صاحب الجواهر قدس الله نفسه صاحب الجواهر في المجلد 30 صفحة 42 يقول وقد ظهر لك من ذلك كله ضعف الأقوال الستة أو السبعة اللي أشرنا إليها في الرياض وغير الرياض وأن الأقوال المفصلة التي فصلت بالاضطرار وعدم الاضطرار بالبل وعدم البر بحالة المجودة المسلمة وعدم هذه التفصيلات أشرنا بالمنقطعة ودون الدائمة وهكذا وأن الأقوال المفصلة منها مبنية على الجمع بلا شاهدين مما هو واضح ماذا؟ مما هو واضح البطلان ومما سمعته تعرفوا هذه هماتين خلوا عليه تعبير المحدثين مولانا انتم خط شنو؟ ها؟ أحمر عرفتشون؟ هاي دعاوة الإجماعات حتى تعرفون بأنها لها قيمة علمية من المتقدمين أو ليست لها قيمة خصوصا من السيد المرتضى والشيخ الطوسي وأمثالهما هاي إجماع إجماع الطائف إجماع يقول ومما سمعته تعرف ما في دعوة المرتضى من الإجماع على عدم الجواز بعد يكفي بعد مريد علق مولانا والأمر إليك مولانا من هالإجماعات ما شاء الله مولانا ما شاء الله من المتقدمين واقعا هماتين شنو كان هماتين مقصود من الإجماع فاتبحث في محله أنه أساسا يراد الإجماع الاصطلاحي أو يراد شيء آخر احنا في بعض الأبحاث السابقة في السنوات الماضية أشرنا أنه لا يراد منه الإجماع الاصطلاحي وهذا من 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 أخطاء مغالطات المفردات نحن الآن عندنا الإجماع فاتخصوصية من الأدلة وفي كلمات السابقين عندما كان يقال إجماع مو مراد هذا المعنى الأصولي الموجود فيه كلمات المتأخرين لا كبحثنا الآن ما رد أدخل فيه يقول المتبين خلافه واضح من كلمات مفصلة سبشينو إجماع الطائفة خصوصا في المتعة وملك اليمين فعند الشيخ بعث هذه الموارد نادرة يقول وقد حققنا المسألة بعد بما لا مزيد عليه احنا وإن كان لا نوافق على هذه العبارة ولكن مضمون عبارة هذا يقول فلم يبقى بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من إشكاله خلص بعد خلصناها بعد خلص بعد بعد اكتبوا بما نقول نحن طبعا هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح علميا لا يبقى لا توجد مسألة أنا مرارا ذاكر هذه القضية فيما سبق لا يوجد عندنا ملف شنو مغلق اصلا اغلقوا الملف ما يكن ولا حتى في اثبات وجود الله هاي حوزاتنا العلمية انظروا ملانة الى الان يبحثون براهين اثبات وجود الله ولا يبحثوا اذا الملف مغلق لو مو مغلق مفتوح الملف مفتوح الملف فضلا عن التوحيد نبوة وامامة وهذا الذي ادعيه مرارا كل هذه المسائل المسائل ما هي اجتهادية ولا يوجد هناك خط احمر في الموروث ماذا في الموروث الديني يقول ولا يوجد فلم يبقى بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من اشكال والحمد لله المتعال والله هو العالم بحقيقة الحال هذا المورد الاول المورد الثاني اعزائي السيد الحكيم اعزائي في الرسالة العملية سيد محسن الحكيم قدس الله نفسه في منهاج الصالحين اعزائي بتعليقات السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه هناك يقول في باب في باب النكاح اعزائي هناك عندما يأتي يقول الرابع الكفر يعني موانع موانع النكاح ولا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعا اسم هذاك فيه بحث انه لابد انه يجوز يعني المشركة يعني غير اهل الكتاب يجوز او لا يجوز طبعا هؤلاء غير الكتاب مو بالضرورة مشركة قد تكون ماذا ها قد تكون ماذا موحدة ولكن لا تعتقدوا بدين سماوه احسنتم هذا ممكن اللي الان يصطلح عليهم الحداثوين يعبرون عنهم بالالهيين هذولا يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعتقدون بتوحيده ويعتقدون بالاخرة ولكن يعتقدون بالنبوة ولا يعتقدون لا يعتقدون اذا مو بالضرورة اذا صار غير كتابي بالضرورة يكونوا مشركة قد يكونوا موحدة هل هنا يريد ان يقول لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعا لا دواما ولا انقطاعا ولا ملك يمين وفي الكتابية قولان اظهرهم الجواز في المنقطع اللي هذا التفصيل الذي قال يوجد عليه شاهد او لا يوجد لا يوجد واما في الدائم اشكال التفذوا جيدا والاظهر الجواز وقد قرأتهم اذا لحقت الفتوى فانه يكون هذا استحبابيا ولا يكون وجوبيا الاحتيار واما في الدائم الاشكال والاظهر الجواز نعم بقي الكلام في بعض المصاديق ان المجوسية من اهل الكتاب لهم مو من اهل الكتاب وهذا بحث اخر لا علاقة له بالبحث سيد الشهيدة مقدس الله نفسه في تعليقتي اعزاء 35 يقول لا يترك الاحتياط بالتارك اللي ايضا يكون احتياطا ماذا استحبابيا لانه بعد ماذا بعد الفتوى هذا السيد الحكيم وسيد الشهيدة الصد كذلك اعزائي السيد الخوي قدس الله نفسه اعزائي في منهاج الصالحين ايضا في كتاب النكاح اعزائي في كتاب النكاح صفحة 270 يقول من اسباب التحريم الكفر فلا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعا لا دواما ولا انقطاعا وفي الكتابية قولان اظهروا ما الجواز في المنقطع وفي الدائم ايضا وان كان الاحتياط هذا هو الفرق بين عبارة السيد الحكيم وعبارة ماذا سيد الخوي هناك قال اشكال انانا يقول ماذا ايضا الاحتياط احتياط ماذا استحبابيون هذا همات مورد اعزائي وكذلك اعزائي السيد السبزواري قدس الله نفسه في رسالته جامع الاحكام الشرعية في صفحة 464 في كتاب النكاح يقول الكفر فلا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية لا دواما ولا انقطاعا بخلاف الكتابية فيجوز مطلقا هنا بعد واضح مع الكراها مع الكراها خصوصا في الدائمة كما لا يجوز الى اخره هنا يبين على اختلاف وكذلك اعزائي ما ذكره الشيخ اللانكرانيام قدس الله نفسه الشيخ اللانكرانيام اعزائي صريح في هذا المجال يقول فالانصاف يعني في صفحة 294 بعد ما ادري يفتوله هذا بحثه ماذا بحثه الاستدلالي لعله هذه رسالة العملية فالانصاف انه لا مجال لاحتمال المنع بالاضافة الى المنقطعة واما الدائمة فلا دليل على النهي بالاضافة اليها في نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات وجود المسلمة عدم وجود المسلمة اضطرار عدم وجود الاضطرار ونحو ذلك مع قطع النظر عن الخصوصيات الاخرى نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالاضافة اليها كما اشرنا هذا ما يتعلق